إيه جديد؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي تم خلال الفترة اللي فاتت؟ إيه اللي هيتم خلال الفترة الجاية؟ خلينا نبدأ تاريخياً تاريخياً 2014 الدولة المصرية بدأت بمؤتمرات الشباب ثم أعقبها عام الشباب عام الشباب هو عام 2016 ودي كانت انطلاقة مهمة جداً أن يبقى فيه تسليل ضوء على الشباب محتاج إيه فجاءت مؤتمرات الشباب قدام فخامة الرئيس كان ليه مطالب رئيسية دعم السياسي ده مهم جداً دعم المجتمع المدني عشان لو نتكلم على الخطة لموضوع للدولة النهاردة نتكلم على بناء الإنسان المصري وتلمية الإنسان المصري دي هيتم إزاي؟ وتمت إزاي خلال الفترة اللي فاتت؟ حمد لله على مدار الفترة اللي فاتت كانت الشباب بتوسط صوتها للرئيس بس الأهم في الموضوع ده كله التنفيذ على أرض الواقع فلما الرئيس كان بيكتب وراء الشباب هم محتاجين إيه؟ كان أول حاجة كان نفسنا نشوف شباب عندهم 25 سنة يكونوا موجودين في البرلمان المصري أو موجودين في السلطة التنفيذية إزاي ده هيحصل؟ من عملية التدريب والتأهيل فكان لازم يبقى موجود كيام محترم جداً ألا وهو الأكدامية الوطنية للتدريب والتأهيل عشان إحنا لما نمكن الشباب ونوعي إيه اللي بيحصل داخل الدولاب التنفيذي جوا في الدولة يبتدي يقدر ياخد قرارات يبتدي يساعد المواطنين واخد الموضوع أن إحنا دعمنا الشباب وللأسف لما الشباب يتمكن ما يلاقيش المواطن الشخص اللي يقدر يكون مسنود عليه فالحمد لله الأكدامية عملت دور محترم جداً ظهر وراها كيان سياسي محترم جداً بشرف بانتماء ليه ألا وهو تنصيقية شباب الأعزاب والسياسيين لضم مجموعة كبيرة من الأعزاب وأيضاً من السياسيين المستقلين وكنا دايماً بنسأل نفسنا سؤال ماذا بعد عملية التمكين؟ أول حاجة كنا دايماً بنقوله الحد النهاردة كل يوم لازم نذاكر كل يوم لازم نشتغل على نفسنا أكتر وأكتر عشان نقدم للمواطن تشريع ومقابل التشريع ده ركابة وننفذه ونشوف أثره التشريعي دوت والتنفيذي على أرض الواقع عمر الزايا الحمد لله ده تم بالأرقام يعني احنا وصلنا لعدد محترم من التنصيقية لـ 32 نائب في البرلمان لـ 16 نائب في أشيوخ وأيضاً زميلنا في مختلف الأعزاب اللي بشكر مجموعة كبيرة من الأعزاب اللي قدرت تمكن شبابها طيب ماذا برضو بعد أيوة طبعاً لأن ده خلق عليكم مسئولية كبيرة طبعاً هتقدموا إيه؟ المسئولية شكراً لحاك هنقدم إيه؟ كنا بنسأل دايماً لكل واحد نائب في دايرته المواطن محتاج إيه؟ أكتر حاجة أنا بشوف لنا وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص زوائي العقل واللجنة دي موجودة جوة كل بيت مصري ملف الحمال الاجتماعي في مصر ده ملف مهم جداً فعشان نقدر نعمل عملية التمكين كان لازم نأهل مجموعة تانية تقدر تنزل لحاجة اسمها دور الأيتام ودور المسنين عشان يعرفوا إيه المشاكل والتحديات اللي بتواجه الدولة في القصة دي كان أكتر مشكلة بتواجه لعمل كانش عندنا قانون للمسنين عايز أقول لحاجة مجموعة من الشباب في التنصيقية ومختلف الأعزاب قعدوا يكتبوا قانون المسنين ويكمان تقدم به النائب المحترم رئيس لجنة التضامن في البرلمان عشان نبتدي نقارن هل القانون ده يقدر يتوافق مع السيدة كبار السنة ولا لا ليه أنا بحكي ده على أساس أن الموضوع مش الشباب بتخدم شباب فقط لغير الشباب يخدموا أيضاً فئات أخرى اللي فخامت الرئيس مهتم اهتمام جداً بمسمى قادرون مختلاف وشوفنا على مدار الست سنوات اللي فاتت النجاحات اللي حاصلت للملف ده